اقرأ اقرأ مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتقددة من برنامجكم المتميز اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مشاهدين الكرام برنامج اقرأ ليس للصغار فقط انما للصغار والكبار للحضانات للمرحلة الابتدائية لللي فاته التعليم صح يبأسس ابنك صح برنامج اقرأ للصغار للحضانة للمرحلة الابتدائية لأي مرحلة لضعاف القراءة والكتابة والمفاجأة ايضا لكبار السن مشاهدين الكرام اتعودنا اللي احنا نبدأ حل الحلقة نبدأ الحلقة بابن من ابنائنا نشاهده وهو بيقرأ اما حركات او قرآن مم يبقى فيه قراءة تمام كده ودلوقتي حنشوف ابن من ابنائنا الطفل ياسين محمد حامد شريف وبعديها التعليق على التلاوة من الشيخ محمد عبدالصمد معلم علوم القرآن بالأزهر الشريف اشوف الفيديو ونرجع لكم تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعنهم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطفقوا في الميزان وأقوم الوزن بالقص ولا تقصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكاتور نخل زاد الأكمام والحبز الأشر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل وردت للقرآن التطيل صلي وسلم والمبعوث رحمة للعالمين القائل في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فمع شرف التعليق على التلاوة برنامج اقرأ المذاع على قناة الصحة والجمال مع الإعلامي الكبير الأستاذ محسن علام قرأ علينا طفل الجميل ياسين محمد حامد شريف من صدر صورة الرحمن وما أجمل قول ربنا تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن يؤكد ربنا تبارك وتعالى أن الذي علم القرآن هو الرحمن جل في علاه وليس كما يزعم الزاعمون إنما يعلمه بشر قرأ علينا الطفل ياسين قراءة جيدة محكمة فأتقن همس السين بحسبان وفي يسجدان وخلص المفخم من المرقق في تطغو ومد المتصل في آلاء ربكما وأيضاً والسماء رفعها فقرأ قراءة جيدة رغم صغر سنه إلا أنه أحكم التلاوة والتجويد السماعي له دور كبير في إتقال التلاوة لا سيما إن درس الطالب أحكم التجويد إن كان لنا من تعليق أو تعطيب فإنما هي ملاحظات نتحدث فيها مع ابننا المتقن وهي أنه يتدرب على عدم أخذ نفسه أثناء التلاوة لألا ينشأ على ذلك ويراعي إخراج اللسان في كل الحروف اللثوية الذال والثاء والضاء فقد أخرج في بعضها وترك الآخر كل هذه الأمور تنضبط بشيات الله تباركة على مع كثرة مدارسة علم التجويد وكثرة القراءة على المتقنين الله أسأل أن يباركه وأن يبارك من علمه ومن حفظه ومن يقوم على تشجيعه ونسأل الله أن يبارك في قناة الصحة والجمال والقائمين عليها وبرنامج اقرأ فنحن أمة اقرأ والحمد لله رب العالمين اقرأ 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 مشاهدين الكرام ويرجعنا لكم بعد هذا البيض القصير لأطفل ياسين محمد حامد بعد هذه التلاوة القصيرة وتعليق الشيخ محمد عبدالصمد معلم علوم القرآن بالأزهر الشريف مشاهدين الكرام زي ما تعودنا دايما في كل حلقة فيه كراستين كراسة لصوت الحرف وقبلها كراسة لشكل الحرف شكل الحرف بشوف وتعلم شكل الحرف في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخر الكلمة صوت الحرف الحركات تمام كده أستاذ المخرجنا هنروح على الصبورة ونبدأ حلقتنا النهاردة مشاهدين الكرام هنبدأ النهاردة حرف الكاف حرف ايه؟ الكاف حرف الكاف يا حبيبي يا حلوين اسمه كاف كاف كا 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 بابتسم وانا بقوله كا 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 كاف وخلي بالك مش قاف كا 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 كاف كاف حرف الكاف من الحروف المرقاقة من الحروف الايه؟ المرقاقة يلا بينا نشوف شكل حرف نطلع كراست شكل الحرف يلا حبيبي يا حلوين يا مقطاطين يلا نطلع كراست شكل الحرف نطلع كراست ايه؟ شكل الحرف يلا نشوف حرف الكاف ونتعلمه سويا كده مع بعضنا يا حبيبي يا حلوين يا مقطاطين علشان نكتب حرف الكاف بحركة جميلة تمام كده؟ أولاً قبل ما تاخدوا أي حروف أعوز أقول لكم والألف يلا عم عزب كده واللام والكاف هي تانية عم عزب يلا والطاء والضاء فيه تانية عم عزب واللام شوف أطول حروف دي يا حضرات أطول حروف مش هدي يعمل لي الألف صغيرة كده ولا اللام صغيرة ولا الكاف ولا الطاء ولا الضاء ولا اللام خلاص اتفقنا اتفقنا عشان نركز بس في رسم الحرف تب ازاي يا أستاذ احنا بنرسم الحرف الكاف حد يعرف ترسمه تعرف ترسمه عم عزب يلا حبيبي يا حلوين كده شوفه بص حاجة بسيطة جداً اعمل فأول الكاف منفردة الكاف ايه بص حبابي ده الكاف ايه كاف ايه منفردة تمام كده الصفحة العليمين في كراسة شكل الحرف بصوا اهو تاني وآلف طويل اهي وفي آخرها بقى اهي بصوا بقى دي بقى اهي كاف صغيرة هنا في النص كده يلا حبيبي يا حلوين دي اسمها الكاف منفردة اهي اهي آلف طويلة كده وفي آخرها بقى اهي وين ايه حرف الكاف صغير كده تمام كده ده في كراسة شكل الحرف في اول الايه في اول صفحة على يمين تمام كده يلا ده الحرف الكاف منفردة تمام عاوزين نشوف حرف الكاف يا عم عزب في اول الكلمة شكله ايه تعالوا بقى يا حبيبي يا حلوين علشان نبدأ الشغل النهاردة بصوا كده حبيبي بص بص يا عم عزب معايا ده الكبيرة ده الايه ده الايه يا عم عزب ده الكبيرة اهيه بصوا بصوا وهيه عارفين الفتحة والكسرة والضمة شرطة اهي شرطة تمام كده يبقى ده الكبيرة وشرطة كده ميلة ماشي زي الفتحة والكسرة والضمة اهيه 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 الكافين في اول الكلمة ماسك في اللي وراه تاني يا عم عزب شوف ده الكبيرة والفتحة والكسرة والضماء وشرطة هي يا راكي عم عزب كده لذيذة سهلة ولا لأ عشان واحد ما عملهاش كده لابد ده الميلة كده ده الكبيرة عم عزب وبعد جاء الشرطة هي الفتحة والكسرة والضماء كبيرة هي تمام كده تمام تبعا عايزين كلمة يا عم عزب في حرف الكاف فأول إيه فأول الكلمة زي إيه كده يا الله كده حبيب يا حلوين ما حد يقولي كده طبعا مفيش حد معايا في الكنترول النهارضة لأستاذ تامر كان مبدع يلا حبيب يا حلوين بصوا 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 أهو أهي أدي الكاف اهي تمام كده فأول الكلمة ماسكة في اللي ورا حرف الكاف مش من حروف الرفاصة تمام كده حرف الكاف مش من حروف الرفاصة ما بترفص اللي وراها أدي حرف الكاف فأول الكلمة هو يلا نكمل بقى أدي التأهي أدي يا حبيب يا حلوين حرف الإيه حرف الكاف فأول الكلمة زي كتابه احنا بس هنا كراسة شكل الحرف منتعلم شكل حرف بس ما نجدعو بالكلمات دلوقتي تمام كده أدي الكاف هي في أول الكلمة هي بس كاف اللي وراها هي تمام كده حبيب يا حلوين تمام تمام حرف الكاف يا عم عزة في وسط الكلمة شكله إيه بس عشان بيمسك في اللي وراها ولدامها بس أهو ونفس الموضوع الإيه الإيه إيه عم عزة ديه دي دال كبير أهيه بس ودي الفتحة والكسرة والضمه هي إيه رأيك كده أدي الدال إيه في وسط الكلمة مسكة في اللي وراها ولدامها لو ما فيش قبلها حرف رفاص أهو تب نجيب ناخد مثال كده يا عم عزة ناشي ناخد مثال كده حبيب يا حلوين تمام ناخد مثال حرف الكاف في وسط الكلمة زي إيه كده حبيب يا حلوين تعال نشوف كلمة كده هوت ناشي مثلا أدي أهي تعالي شوف في وسط الكلمة أهي بصوا بصوا معاي أدي الدال الكبيرة أهي تمام كده أهي أدي الدال الكبيرة أهي وفيها شرطة فوق أهي أدي الكاف في وسط الكلمة لو سبقهاش حرف رفاص لو ما سبقهاش حرف رفاص ماشي؟ مين معنا النهاردة يا حبيب يا حلوين كده؟ أهي أدي يكتبوا يكتبوا إحنا هنا ما متعلمش في الكراسة دي صوت الحرف إحنا بغيينك الكاف في أول الكلمة والكاف في وسط الكلمة شكلها أي طيب يا عم عزف واحد يقولك أستاذ محسن أنت أيض من الكاف في وسط الكلمة فرد جناحتها الاثنين ومسكة في اللي راها واللي قدامها مسكة في شعر عم عزف وشعر مين كيلاني طيب نعمل إيه يا حبيب يا حلوين يا مقطاطين؟ ماشي حبيب يا حلوين يا مقطاطين؟ نعمل إيه؟ فيه لو سبق الكاف حرف رفاص نعمل إيه يا عم عزف؟ بيرفص الكاف تعالوا من كده شوفوا كده أهو لو مثلا ألف همزة فتحة آ تمام كده؟ شوف الألف من حروف الرفاص يا عم عزف رفص مين؟ رفص مين؟ أهي أك أك ماشي أدي أدي الباء وأدي الراء تمام كده؟ يبقى الكاف في وسط الكلمة يا عم عزف لها شكليل لو ما سبقهاش حرف رفاص بص خليك معي يا عم عزف لو ما سبقهاش حرف رفاص تبقى زي يكتبه كده تمام كده؟ ولو سبقه حرف رفاص يحصل إيه؟ الحرف الرفاص هيرفص الكاف أهو أك بارو أك بارو تمام كده؟ تمام فيه أساس كيلاني؟ في حاجة؟ تمام شاطر ماشي أيو برافو كده أنا عاوز تفاعل كده أيو أنا عاوز كده المدرسة تبدأ تمام كده؟ أدي الكافة هيه في وسط الكلمة كده يكتبه وأكبره تب الكاف يا أسادزة الكاف في آخر الكلمة شكلها إيه؟ بصوا معايا خليك معايا يا عم عزب أهو بصوا أهي لو ما سبهاش حرف رفاص شوفوا شوفوا أهي وقابل كده آهي بصوا بصوا أدي الكاف أهي شرطة هيه وألف زي الألف كده عشان نفرق بينها وبين اللام نزل تحت اللام إيه؟ بتنزل تحت السطر الكاف ما بتنزلش خالص تحت السطر لا في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة ولا في آخر الكلمة أهو وعلشان نميز يا عم عزب دي اسمها شارط الكاف شارط الكاف تمام كده يا عم عزب دي اسمها إيه؟ شارط الكاف عشان ما تبقى الشبه اللام يبقى ما تنزلش ما بتنزلش يا عم عزب خليك معايا يا عم عزب فوق كده شوية ماشي؟ الكاف هنا ما تنزلش مع السطر وقادي دية إيه يا حبيبي يا حلوين؟ كاف صغيرا هي بتبقى في النص كده اهي تمام كده؟ تب زي ايه كده يا عم عزب؟ زي ايه؟ يالله شوف كلمة زيها كده يالله حرف الكام اهو س Only أيوه يلا كده يا عم عزب شوف 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 اهو اهو يا عم عزب تمام كده؟ س Might Q تمام؟ أدي الكاف يا عم عزب لو في آخر الكلمة لو ما سبقها حرف رفاص تب لو سبقها حرف رفاص كده تبقى ممفاردة يا عم عزب تعال شوفها كده معي يا عم عزب اهي ممفاردة اهي شوف ما بتنزلش مع السطر اهي وبنهيها زي الباق كده كأنها ايه باق ودي شرط الكاف شرط الكاف كده ايه يعني عاوز تعملها كاف ماشي هي الأفضل ان هي كاف صغيرة كده فيه ناس بتعملها مزا ما فيش مشكلة على فكرة يا جوز يعني تمام كده ما فيش مشكلة بس الأفضل والأصح ان هي كاف صغيرة كده تب زي ايه يا عم عزب كده بقى قولي كلمة كده ان شاء الله نفتح الاتصالات بعد الفاصل ان شاء الله ماشي ماشي عمي اهي شوف بص يا حبايب يا حلون كده اهي الله ينور عليك يا حبيب والدك الاستاذ محمد النهاردة مش موجود النهاردة لسه محمد قولي ايه اهي يا الله حبايب يا حلون يا مقطع طين شوفت الكاف شبيهة باللمه يا عم عزب اهي ألف كده حل وفي النهاية ايه باء تمام كده واده شرط الكاف اهي كاف صغيرة بس ما بينزلش مع السطر تمام كده عشان نعرف نكتبها اهو ألف كده طويل اهو واخيرها باء اهي تمام كده ما بينزلش مع السطر اهي يا حبايب يا حلوين تعرفنا على حرف الكاف في اول كلمة زي كتابه تعرفنا على حرف الكاف في وسط الكلمة زي يكتبه واكبره تعرفنا على حرف الكاف في اخر الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص زي سمكو وتعرفتنا على حرف الكاف يا حبيب يا حلوين يا مقططين يلا في آخر الكلمة لو كان منفارداً لو سبقهو حرف رفاص زي أسماكو كده نقفل كراسة شكل الحرف وده الواجب بتاعكم والكلمات دي وليه الأمر لابد تمال الكلمات دي لابنك وإزاي يرسم الحرف كويس عشان يبخطه حل حرف الكاف ما بينزلش مع السطر لا في أول كلمة ولا في وسط الكلمة ولا في آخر الكلمة يلا كده يا حبيب يا حلوين لو فيه أي اتصالات ندخلها عشان هنبدأ في صوت الحرف في إيه؟ في صوت الحرف يا أستاذ محمد كداني علشان هو أول مرة يحضر معنا النهاردة في الحصة تمام كده؟ آيوة منقول لك إن فيه كراسة شكل الحرف إحنا خلاص أفلناها دلوقتي وكراسة صوت الحرف كراسة إيه؟ صوت الحرف صوت الحرف دي يا حبيب يا حلوين اللي هي القصيرة يلا بينا عزب القصيرة الحركات القصيرة يا أستاذ محمد الحركات القصيرة يعني إيه؟ يلا محايا عزب وتتفاعل معايا كده حبيبي آيوة تفاعل حركات قصيرة ها؟ فتحة كسرة ضم دي اسمه حركات قصيرة حركات إيه؟ قصيرة فتحة وكسرة وضم يعني إيه فتحة يلا عشان الناس اللي ما حضرتش قبل كده بافتح بوء وأنا بنطع الحر الكسرة الكسرة الكاسره شوف بعمل بق ازاي بكسر فك شوية كده تمام يلا جابجينا كده يلا يلا حبايبي حلوين يلا ادي الكافة هي كاف فتحة الله ينور عليك قبل ما نمط الكاف فتحة اسمه كاف اسمه ايه كاف مش قاف عشان نفرق بينها وبين الايه القاف القاف مفخمة قا 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 هم اه قريبين من مخرج الصوت قريبين شوية من بعض القاف من اخر الحلق قا 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 مفخم ببوز وانا بقوله اما الكاف ببتسم وانا بقوله كا 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 تمام كده يلا فاطمة السلام عليكم السلام عليكم فاطمة عندي كم سنة عندي ثمان سنين ثمان سنين ده انت كده الثانية بوسي حبيبتي اديكي كلمة ولا حركات هم يلا 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 تاب بوسي لا مش قاف بقه كاف فتحة كاف فتحة كاف كاف قطرة كاف تمام تاب واحدة واحدة حبيبتي خليكي معاي كاف فتحة كاف فتحة ايوه تاب ممكن بص بص حبيبتي يعني مشاهدين الكرام جميعا ياريت استاذينكو ان انتوا اول ما تكلمونا هنا تودتوا خالص التلفزيون وتشاهدوا فقط الشاشة وتكلمونا عبر التليفون تمام كده يلا يا فاطمة كاف فتحة كاف فتحة كاف فتحة كاف ضمه يلا كاف كسره كاف كسره كاف ضمه انا بقولك كاف كسره كاف ضمه على حرف الكاف فتحة يلا يا حبيبتي كده يلا كاف كاف فتحة كاف زي ايه كده كاف طب قولي كلمة قولي كلمة فيها الكاف مفتوحة يلا يا حبيبتي كتابه ايه كتابه لا كتابه الكاف مكسوره يا حبيبتي تحتها كسره طب انا اقولك انا ومشاكلين جدا يا حبيبتي يلا مع السلامة بصي يا حبيبتي يلا بصي 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 اهيه يلا كده بصوا بصوا حبيبي كفتحة هيه تمام عاوز اكتبها بلون تاني عشان اه اكتبها بلون تاني مابش مشكلة يلا عشان ايه متعودين على كده ادي الكفة هيه بصوا برسمها ازاي اهو كفتحة كا كفتحة كا يلا رأ كسرة ري كا ري بعد الرأ مد بالياء كريمو بصوا حبيبي حلوين الكفة هيه مرسمة ازاي كفتحة كا كفتحة كا ورأ كسرة ري يبا كا ري الرأ بعدها مد بالياء يبا ري كا ري مو طيب احنا كده حبيبي حلوين يا معطاطين ماشي عرفنا عرفنا الكفتحة تمام كده يلا مروان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي كا مروان مروان كيف حوالك يا مروان يا ستزا موش يا أستاذ مروان ممكن نوطي التلفزيون خالص نوطي التلفزيون خالص ونسمع فقط من التلفزيون وعنيك على التلفزيون عشان تقرأ الكلمات يلا بينا يلا بينا طيب كاف فتحة لا مروان استاذن بقى مروان اتصل بينا تاني شكرا بوصوا حبيبي تاني اللي هيتصل بينا حضرات عشان يتابع معنا يعمل ايه يوطي التلفزيون خالص ويبصوا على التلفزيون ويشاهدنا عشان يشاهد الكلمات ويسمعنا فقط من التلفزيون تمام كده كاف فتحة يا معزب كا زي كريم كاف كسرة كي كاف كسرة كي زي ايه كده يلا نشوف كده كلمة هي لسا اي لها دلوقتي واحد اي لها دلوقتي يلا قادل كاف كسرة كاف كسرة كي كاف كسرة كي تا فتحة تا يبقى كي تا بعدها مد بالالف يلا كي تا بأضم بو يبقى كاف كسرة كي تا بعدها مد بالالف تا كي تا بأضم بو كي تا بو كاف فتحة كا كاف كسرة كي كف ضم كو زي ايه كده حبيبي يا حلوين يا مقاط الله ينور عليك ايه ده عسل ده ايوة كده انا عاوز فيه تفاعل كده حضرات فيدك الله يمسيه بالخير تامر يلا كو كف ضم كو كف ضم كو زي ايه كده حبيبي يا حلوين ادي را فتحة را كو را تأضم تو يبقى كف فتحة ك كف كسرة كي كف ضم كو كف فتحة زي ايه كريم كف كسرة زي ايه كتاب كف ضم زي ايه كرة تمام كده دي اسمه حركات ايه يا كلاني ده حركات قصيرة فتحة كسرة ضم اسمه حركات قصيرة حركات ايه قصيرة تمام كده عايزين بقى لحركات طويلة بقى ولابد بقصد بعض كده حبيبي يا حلوين على يمين كده الحركة قصيرة على الشمال الحركات الطويلة عشان نتابع طب يلا بينا كده احنا قلنا الكاف فتحة يعني ايه ما فيش في حد معايا كاف كصرة يعني ايه كاف ضما يعني ايه طب احنا عايزين يعني ايه مد عايزين نمد الكاف فتحة دي يعني مد الاول يا أستاذ يعني مد ماحنش هارف مش عارف مش عارف حد عارف ح evidence يا حلوين المد مش ما بيب Constitution لا 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 يا عم عزب أسول عسل يا عم عزب والله كفتحة كفتحة ك علشان أمد الحرف يا حبيبي ما مبدوش على رجليه ولا ما مبدوه على في أي حتة ثانية ما شا حبيبي يا حلوين منعمل يعني إيه مادي الأول أنا بطول صوت الحرف شوي يعني مثلا الحركة بطول صوت الحركة حركة قصيرة بطول بس النفس فيها شوي ك يبقى ك ك يبقى ك ك يبقى ك تمام كده المادي بطول زمن صوت الحرف صوت الحركة كذب فتحة أو كسرة أو ضم طيب كان فتحة عم عزب عشان أمدها مدها بإيه الله ينور عليك عم عزب روعة سقفول يا أولاد أيوة كده شوفوا حبيبي حلوين أهو قال لي عم عزب قال لي إن الكاف أهي تاني تاني عشان نشاهدها كويس أهو عم عزب قال لي إن الفتحة بتحب الألف الفتحة بتحب إيه أهو بتحب الألف يا أستاذ قال قال الفتحة بتحب المد بالألف أيوة الألف بيحب الفتحة كاف فتحة كاف بعدها مدى الألف كاف فتحة كاف بعدها مدى الألف كاف تمام كده ولابد أولياء الأمور والمدرسين يقارنوا يبلثين موجودين قدام الطالب كده عشان يقارن بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة تمام كده كاف فتحة كاف بعدها مدى الألف كاف طيب كاف كسرة كي طيب يا حبايبي حلوين عشان يمد الكاف كسرة الحركة القصيرة عشان أطولها تبقى زي مستر محسن كده طويل ماشي وعاوزون دي حركة قصيرة زيكو كده بالظبط يا الله كده حبيبي أيوة برافو عليك أمدها بالياء أيوة كده أيوة حبيبي حلوين كده أهو كي يبقى المادة بالياء بيحب الايه الكاسرة والكاسرة بتحب الايه مادة بالياء يبقى كاف كاسرة كي كاف كاسرة كي طب بعدها مادة بالياء كي طب كاف ضمة كو كاف ضمة كو كاف ضمة كو تمام كاف ضمة كو طب الكاف الضمة القصيرة دي يا عم عزب علشان يمدها مادة بالياء برافو عليك سقفوله يا ولاد النهاردة فيه تفاعل جميل جدا تمام كده يبقى هو الكاف ضمة هو علشان يمدها مادة بالوا يبقى قال لي قال لي ان الضمة بتحب الوا والوا بيحب الضمة وامتى بقى هكذا ويكتبوا الكتاب الله أعلم تمام كده يلا بينا كده يلا تاني كاف فتحة كا كاف فتحة كا بعدها مادة بالالف كا كاف كاسرة كاف كاسرة كي بعدها مادة بالياء كي كاف ضمة كو بعدها مادة بالوا كو لا 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 كاف بعدها من دول ألف 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 كاف بعدها من دول أ كا تي بو المادة بالألف هنا يحضراتها يلا كده يلا كده بصوا يأ فتحة يأ حكسة كينة يح يالله كده شوفوا الكاف بعدها مد بليأ بقى شوفوا 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 بعدها مد بليأ آه ده مد بليأ في آخر الكلمة مد بليأ فين؟ في آخر الكلمة يبقى كده هو حد يعمل لي كده هو حد يعمل لي كده المادة باليأة في آخر كلمة أهو كده ده خطأ تمام كده أمال إزاي أستب بالمادة التانية فاصلت الكلمة زي إيه حبيبة حلوين تمام تمام يلا نكمل بس الكلمة دي أهي زي مسكينة هو مادة باليأة هو لو فاصلت الكلمة أهو حبيبة حلوين مسكينو ممكسرة مي سين ساكنة كف بعدها مادة باليأة مسكينو نضم نو يلا ناخد الكف بعدها مادة بالوضع عشان إيه نطلع فاصل يلا حبيبة حلوين حد يقول لي كده يلا شوفوا الكلمة دي أهي رأضم رو يلا عشان بعد الكلمة دي ناخد فاصل يلا هون شوفوا مادة بالواو أهيه رأضم رو كاف بعدها مادة بالواو كو روكو عين ضم عو يبقى روكوع مشاهدنا الكرام ناخد فاصل قصير ونرجع لكم تاني اقرأ 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 تشاهدنا الكرام ونرجع لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع حرف الكاف اسمه ايه؟ كا 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 كاف ما نفعش يقول القاف كا 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 كاف 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 فتحة كا كاف كسرة كي كاف ضم كو كاف بعدها مادة بالألف كا بعدها مادة بالياء كي بعدها مادة بالواو كو تمام كده؟ احنا كده خلاص خلصنا كاف فتحة كاف كسرة كاف ضم كاف بعدها مادة بالألف كاف بعدها مادة بالياء الكاف بعدها مادة بالواو اولا كاف فتحة كريم كاف كسرة كتاب كف ضم كرة كف بعدها مدل الألف كاتب كف بعدها مدل إيه يحكي ومسكين كف بعدها مدل إيه ركوع تمام كده حبيب يا حلوين خدنا الحرف خدنا كده خلاص الحركات القصيرة وحركات طويلة طب تعالوا يالله ناخد هنا كده حركات إيه ناخد إيه بعد كده ناخد السكون ناخد إيه السكون يا أستاذ تعالوا نشوفه كده الحرف الساكن حرف إيه عم عزب حرف الساكن حرف إيه حرف ضعيف الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش يا عم كلاني ننفع ننطقل وحده صح أو لا برافو عليك يا حبيب والديك مذاكر كويس أيوة كده أنا عاوز الناس معايا تبقى مذاكرة كويس تمام كده ودايما الناس الشطرة إن شاء الله تعالى هنخلي الإدارة إن شاء الله تدوهم جايزة تمام كده يا الله حبيب يا حلوين تمام مش كل حاجة والله جماعة فلوس مش كل حاجة تمام كده يا الله حبيب يا حلوين أو الله يعني الواحد بيعمل الحاجة دي والله والله لله تبارك وتعالى للناس تستفيد منها تمام كده أنا تعلمت فلا بد تعلم الناس العلم اللي أنا تعلمته تمام كده يا الله كده قدامنا فاضل إيه خدنا الفتحة والكسرة والضمة والمد بالمآلف ومد بالياء ومد بالواو الحرف الساكن بقى يا حبيبي شوفوا الكاف يلا كده يلا كلاني يلا هوا الكاف الساكنة دي نعرف انطقه لوحدها انطقه لكده يلا كلاني يلا هم انطقهل وحدها كده لا انت حد غشيشك حد غشيشك الكاف الساكنة أي حرف ساكنة حبيبي يا حلوين ضعيف شفتوا حبيبي كده الراجل اللي عجوز لما معد الشارع كده ولما يبيمشي بيحصل إيه يا انت تسنده يا سند على عكاس صح أو لأ نفس الحكاية الحرف الساكن حرفه ضعيف لابد حد يسنده وحد قوي حد متحرك حد بيمشي تمام كده؟ تعالوا نشوف كده يالله حبايا حدي ألف فتحة ألف همزة فتحة أ كاف ساكنة عارفة نطقل وحدها لا 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 تعالوا بقى الحتة اللي تعالوا بقى الحتة دي بقى علشان نمسكها ونشوف قال إيه أكبر شوف الكاف اتنطقت خاف لا 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 أك بصوا أك وما تقولش ايه؟ ما ينفعش بصوا حبايب يا حيوين ما ينفعش أقول كده شوفوا بصوا أهو يالله حدي ينطقلك يا بقى بصوا بقى في خطأ حصل دلوقتي ماشي عشان معالش هو لسه معنا أول حلقة النهار مالش مشكلة دي اسمها أقى 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 القاف هنا مقالقلة أقى أقى تمام كده؟ القاف ماشي طبعا الباء والقاف والجيم والدال تمام كده؟ والطأ قلقلة هو أقى تمام؟ ومفخامة في نفس الوقت تعالوا شوفوا الكاف بقى ما ينفعش أقول أك لا 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 الكاف هنا ما تقلقلش شوفوا أك أك وما ينفعش أقول أك وأقطع النفس كده وخلاص شكرا لا أقطع النفس أك والنفس بسيط بقى كده يخرج بص أك أك تمام كده؟ في همس همس أك أك تمام؟ ما ينفعش أقول أك وقف النفس لا 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 وما ينفعش أقول أك زي كلمة إي عم عزب؟ هم؟ أيوة الله ينور عليك دلوقتي أخطأ خطأ حبيبي ماشي بص بص إيه؟ ألف همزة فتحة آ شوفوا الكاف بقى آه هي عد الكافة هي أك بص أك هم في ناس بتنطأها خطأ تقول أكبر حرف الجي باللغة الإنجليزية أك أكبر لا 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 ماشي؟ ولا أكبر لا 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 أك 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 أكبر تمام كده؟ يبقى الكاف مش أق أك تمام كده؟ أك بارو كاف ساكينة هي أك بارو يبقى الكاف الساكينة من فاشا طال وحدها لابد حرفه قدامه زي أك تبلو أي تمام ألف همزة كسرة إ والكاف الساكينة إك تمام كده؟ يلا ألف ضمة أو أوك تمام كده حبابي حلوين؟ يبقى الكاف أو أي حرف ساكن ما ينفعش أنطروا ده بك 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 حق حك 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 شك 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 تمام كده؟ يبقى الحرف الساكن حرفه ضعيف ماشي؟ الحرف الساكن حرفه ضعيف أك إك أوك تمام؟ ما فاشا قلوه إيه؟ أك لا القاف بس اللي تقلقل أك وعشان القاف قريبا من مخرج الكاف الناس بتطلقبط بنا يبقى نمرن أبنائنا على الحاجات دي تمام كده؟ نالله نشوف مثال تاني حبابي حلوين كده على الكاف الساكنة يلا حبابي حلوين كده زي إيه؟ هم؟ آدي يا فتحة يا يا فتحة يا شوفوا الكاف الساكنة أهو يك يك يكتبو أهو آدي الكاف الساكنة ما ينفعشوا ليه؟ يكتبو لا طبعا مش قاف هنا عشان تقلق يك يك تبو يك تبو تمام كده؟ تمام فيه كلمات تانية فيه عاوزين تقولوا كلمات تانية؟ قو يلا يلا حبيبي حلوين يلا شوف شوف الكلمة دي بقى ألف همزة فتحة آ شوف الكافة الساكنة هي أك را م أك را م تمام كده؟ أدي برضو كاف الساكنة هي ألف همزة فتحة آ كاف ساكنة من فاشة انطقل وحدها أك را فتحة را أك را من ضم م أك را م تمام كده؟ كده خدنا السكون وعرفنا أن الساكن حرف ضعيف من فاشة انطقل وحده يلا بقى فضل إيه؟ حبيبي بقى حلوين؟ الشدة فضل إيه؟ الشدة ممكن هنا معزب عادي؟ ماشي حبيبي ماشي حبيبي حلوين هنا الكافل إيه؟ الكافل اللي عليها شدة دي بقى احنا قولنا إيه؟ شدة يعني؟ ها؟ شدة يعني اتنين الشدة دي يعني حرف واحد توقم اتنين توقم تعالوا شوفوها كده؟ أهي ألف همزة فتحة آ طب الكافة المشددة هنا كيلاني بقى اهو يلا كده انطق هم؟ الله نور عليك أكا يعني ايه الحرف ده؟ يعني احنا نطقنا الحرف ده اتنين واحد ساكن اهو والتاني ايه يا كيلاني؟ متحرك يعني وايه متحرك؟ يعني يا فاتحة يا كاسرة يا ضام اهو هنا شدة وفتحة يعني سكونوا وفتحة تمام كده؟ أكا تمام؟ هم؟ طب هنا أك يلا أكي شدة وكاسرة يعني ايه؟ هم؟ شدة وكاسرة يعني ايه معزب يعني برضو الكافتني كاف ساكنة وكاف متحركة طب هنا نحطي تحتها ايه معزب؟ تحتها كاسرة شدة وفتحة سكونوا وفتحة شدة وكاسرة سكونوا ايه؟ وكاسرة تمام كده؟ طيب آلف همزة فتحة آ كاف مشددة شدة وضاما نقول ايه عم عزب؟ لا 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 أكو بص نفس الموضوع كده هادي الآ ودي اتنين اهي كاف ساكنة وكاف متحركة عليها ضامة تبعوزين مثال على الكاف المشددة يلا كده حبيبي يا حلوين يم أطاطين هم؟ تعالوا نشوفه كده يلا نقرأ كلمة كده اهي يلا معزب مثاله هادي الكاف المشددة يلا حبيبي يا حلوين شوف اهي يلا كده حبيبي يا حلوين شوف بقى الحصة يبقى؟ كاف هنا شدة وفتحة كاف هنا ايه؟ شدة وفتحة يعني اتنين شدة يعني اتنين شدة يعني ايه؟ اتنين شوف بقى؟ هنا تاحة احنا قلنا هنا ايه؟ الحرف ده اتنين هو حد ينسى اهي شدة وفتحة يعني سكونوا ايه؟ هم؟ سكونوا فتحة يبقى تحكما تحكما يلا حبيبي يا حلوين تحكما تحكما تمام كده؟ طيب عاوزين بقى ايه؟ عشان ننم الدنيا زي ما بيقول ماشي علشان الناس عاوزين نحلل الكلمة دي للمقاطع الصوتية ام عزب نعمل ايه؟ يلا كده حبيبي يا حلوين حد يبصلي كده يلا هم؟ حد يبصلي كده تمام انا حاس ان ما بدخلطوش مكلمات لي مش عارف تا فتحة معزب لوحدها تا واقطع تمام كده؟ الحق فتحة حا تب بعدها كاف يا أستاذ والكاف هنا مشددة يعني اتنين يعني سكون وحرف متحرك تاني يبقى عمل ايه؟ يبقى السكون معلو الدمو على طول تحك اهو تحك كاف تانية يلا كاف تانية اهو كاف تانية تا حك ودل مين تا حك ما تا فتحة تا حا فتحة حا تا حك ما كم مقطع كده حبيبي يا حلوين؟ واحد اتنين تلات اربع اربع مقاطع صوتية تمام كده يا حبيبي يا حلوين؟ كده اختم بقى بايه؟ بخريطة الكلمة بخريطة الايه؟ الحرف يلا كده يا حبيبي يا حلوين احنا الوقت لو رمينا الشبكة على شبكة المفردة معلوش شبكة الحرف شبكة الحرف لو رمينا الشبكة على حرف الكاف يا عم عزب حاجب لنا ايه؟ حاجب لنا ايه؟ عم عزب حاجب لنا حركات حاجب لنا ايه؟ حركات كاف فتحة كاف كاسرة كي كاف ضامة كو تمام كده؟ كاف بعدها مادي بالالف كا بعدها مادي باليا كي بعدها مادي بالواو كو وحاجب برضو السكون زي أك تمام كده؟ وحاجب برضو الشد زي ايه حبيبة حلوين؟ أك تمام كده حبيبة حلوين؟ يالله ورم كده عم عزب في حاجة أخيرة كنت نفسي أقولها بس طبعا هقولها الحصة الجاية إن شاء الله وتعالى الفرق بين الكاف والقاف قا 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 كا 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 تمام كده؟ زي مثلا ايه؟ نا قا صا نا كا صا الكاف خلي بالكوا علشان الكاف قريبا من مخرج القاف تمام كده حبيبة حلوين؟ أشكر جميع زملائي في الستوديو وأشكر الإضارة مقرأة نهاية سمحت لنا بالوقت ده عشان نعم أعلم أبنائنا وأشكر جميع المشاهدين أشكر حضراتكم لحسن متابعتكم وإلى أن ألتقي بكم الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر